اشتركوا في القناة من الإصابة ببعض المشاكل الصحية المحتملة سوى يعني كانت لك أو لطفلك ويضا بناء على نتائج هذه التحاليل فقد يعني يطلب الطبيب القيام ببعض الفحوصات الأخرى وطبعا تساعد هذه الفحوصات على يعني التأكد من يعني استبعاد نوع من أنواع المشاكل الصحية لك أو لطفلك في المستقبل أو في الفترة الحالية في أثناء فترة العمل وهذه أهم الأسباب التي يعني تكون قد تكون سبب يعني الفحص الطبيب للمرأة الحامل أو يعني أن يزيد الطبيب فحوصات أخرى غير روتونية يعني مثل فحص السرطان أو فحص فحصات أخرى للسائل الموجود في الرحم أو فحصات أخرى جينية أيضا قد يحتاجها الطبيب للتأكد من عدم تعرق النمو الجنين بشكل سليم أو صحيح إلى هنا انتهى الدرس كان معكم الدكتور خالد بن سعد الحليبي وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم شكرا